ده لا يخليني اروح لمحمود كهربا وكهربا الحقيقة فيه ناس كتيرة جدا يعني كانت مراهنة على وقوعه النهاردة كهربا هدفت دوري بأربع أهداف فعايزك تقولي النقلة اللي حصلت لكهربا من إلى دي حصلت ازاي كانت من السبب فيها بصي انا عايز اقولك انا دايما بقول المقالة دي كهربا كان جاي من نتزة مالك نتزة مالك مدرسة وستايل وطريقة معينة حتى في النواحي التنظيمية في النواحي غير النادي الاهلي النادي الاهلي فيه كنترول على كل حاجة طبيعة الشخصية بتختلف النادي الاهلي بيسيطر على أي شخصية وبيدخلها جوه النادي الاهلي وبتندمج معه ستايل وطريقة النادي الاهلي كهربا لو تفتكري في البداية اول ما جاء كان فيه موقفين كده حصلوا يعني ابتدى بعدها يبقى فيه التزام ابتدى بعدها يبقى مركز بس في الملعب شوفنا كهربا الفترة الأخيرة عامل ازاي عنده ممكنات كبيرة جدا جدا عنده سرعة هدف بالفترة لما يركز يبقى في الملعب صدفه طبعا موضوع الإصابة والكلام ده كورونا مرتين هو راجع الأهم من كده أنه معه مدرب بيعرف يتعامل مع جميع الشخصيات جميع النمازج من الشخصيات أو جميع الأشكال اللعيبة اللعيبة كلهم مختلفين مش حاجة واحدة زي أو حد متخيل كل واحد له أسلوب وطريقة وازاي عرفه من عينيه وازاي أقدر أسيطر عليه وازاي أقدر أخذ منه أحسن حاجة أحسن ما عنده سواء بقى بالتدريب سواء بالتخصصي سواء بالحالة النفسية بالمعاملة حاجات كتير هو يجيد التعامل النفسي مع العيبة كابتان بلاحظ كده يعني من كلامهم حاجة شايفين أثره على كهربا لو تلاحظ كهربا وقفشة وحسين كلهم في الفترات القديمة ما كانش في النادي الأهلي ما كان بيقعد مطش احتياطي ولا ما يلعبش ولا ما يتغيرش ولا حاجة كان بيعمل ايه زمزق شايفينه على المستوى المنتقب حصل لكن أنا عايز أنا بقايد حضراتك في الجزء ده وخلينا نكلم من الكهربا ماشي على الطريق الصحيح ولكن كمان أنا في رأيي أنه هو عارف كويس قوي أنه بالنسبة له فرصة كبيرة جدا جدا أنه يتواجد في النادي الأهلي طبعا وبالنسبة له فرصة أنه الجماهير في ظهره فعارف أن اللي بيغلط ممكن مرة التانية وبعدين بيكون بره النادي الأهلي خالص فالعملية بالنسبة له أنا في رأيي كهربا لسه مش كبير لكن المستقبل قدامه طويل لكن هو ده اللي حضراتك كلمت عليه أن شخصية النادي الأهلي بدأت هي اللي بتضمع على كهربا السلبيات بتقل شوية وإن شاء الله تقل تماما لأن أنا عارف كهربا من اللعيبة لما بيكون مركز في الملعب بنشوفه بالصورة اللي نزلت به عشان على الجول فيه فرصة جات وحسيت أنه هو هيقطع الفنيل عشان الكرة الفرحة بتاعته أكبر دليل الفرحة بتاعته اللي هي القوية جدا أننا كلعبة كرة نحسها فرحته بأنه بيحرز الهدف بيقول أنا وأنا موجود وأنا عايز أعمل حاجة بيرد على المشاككين يا كابتن محمد كمان عايز أقولك كمان تأكيد لكلام اللي احنا منقوله فيه لعيبة كانت موجودة في النادي الأهلي وحصل منها تصرفات مرة في التانية في التالتة الرابعة مش موجود دلوقتي حاليا مش موجود خلاص مع كامل الاحترام لي وإمكانياته كبيرة لأنه هو النادي الأهلي أولا ما بيقفش على حد النادي الأهلي السياسة ومنظومة واحدة وستايل واحد ومبادئ واحدة وطريقة واحدة فيش تفريقة في أي حاجة خالص فعشان كده الناس بتنخرط ما بييجي عليهم